موسيقى تلاميذنا الأعزاء نلتقي هذه المرة في مرافقة منهجية خاصة بمادة الفلسفة شعبة الأداب بكالوريا شعبة الأداب لكي نوجه الاهتمام إلى المقاربة المنهجية متعلقة بالموضوع القولة خاصة الموضوع القولة في شكله التأليفي فهذه المقاربة التطبيقية المنهجية سنحاول من خلالها التعرف على خصوصية الموضوع القولة وخاصة الموضوع القولة في شكله التأليفي لكي نقترب أكثر نحو التعرف على مقتضيات الاشتغال على هذا الصنف من المواضيع سواء تعلق الأمر بمسألة الفهم أو من جهة الاشتغال المنهجي على هذا الموضوع لكي ننتهي إلى التعرف على رهنات هذه المقاربة التطبيقية فإذا أردنا أن نتدرج نحو التعرف على خصوصية الموضوع القولة الموضوع التأليفي نموذجا يمكن أن ننطلق من المثال الآتي إذا أخذنا هذين الموضوعين الموضوع الأول يقول بأي معنى يبعدنا الفن عن الحقيق الموضوع الثاني يقول بأي معنى يمكن اعتبار الإنساني مهمة عندما نتأمل الموضوع الأول نجد أن هذا الموضوع يوجهنا بالأساس إلى مفاهيم جوهرية هي مفاهيم الفن والحقيق فمن البديه أن يتنزل هذا الموضوع ضمن مسألة أو في سياق مسألة من مسألة البرنامج هي مسألة الفن والتي نشتغل فيها تحديدا على إشكالية العلاقة بين الجمال والحقيقة أما إذا أخذنا الموضوع الثاني بأي معنى يمكن اعتبار الإنساني مهمة فإن هذا الموضوع يوجهنا ضرورة إلى مفهومين أساسيين هما مفهوم الإنساني وعبارة مهمة نفهم من ذلك أن تحقق الإنساني ظل في سياق الموضوع عاما وغير محدد بسجل أو مجال بذاته مما يفيد أن هذا الموضوع ينفتح على أبواب البرنامج والتي هي معلومة لديكم ونقصد بذلك باب الإنسان بين الوحدة والكثرة باب العلم بين الحقيقة والنمذجة وباب القيم بين النسبي والمطلق صغة الموضوع التأليفي يمكن غير مقتصرة على الموضوع القول لأن المواضيع التأليفية يمكن أن تخترق أصناف المواضيع التي أصبحت معهودة بالنسبة إلينا سواء كان هذا الموضوع في صغة موضوعا في شكل سؤال مثل بأي معنى يمكن اعتبار الإنساني مهمة أو في صغة موضوعا في شكل إقرار مرفق بتعليمة مثل قولنا إن واقع العالمة اليوم إذان بنهاية الغيرية حلل هذا الإقرار مبينا مدى وجاهته أو في صغة موضوعا في شكل زوج مفهومي مثل قولنا الكوني والقوة نستخلص إذن أن الموضوع الفلسفي التأليفي في تنوع سياغه هو ما يضعنا أو ما تجبرنا مفاهيمه على أن نخوض فيها ونتعامل فيها من جهة سياق فلسفي عام بحيث لا يمكن اختزالها في سياق فلسفي بذاته وبالتابعة الحال هذه السياقات تتعدد وتتنوع بحسب ما يشير إليه الموضوع ذاته وبحسب ما يحتمله الموضوع في حد ذاته سنمر إلى مقتضيات الاشتغال على الموضوع القولة وكما تعلمون اخترنا أن يكون اشتغالنا على الموضوع القولة يعني لنا في صغة تأليفية هذه المقاربة التطبيقية ستوجه اهتمامنا إلى مسألة الفهم إذ كيف يمكن أن نفهم مثل هذه المواضيع ثم من جهة ثانية سنحاول أن نبحث في كيفية التعاطي المنهجي مع مثل هذه المواضيع اخترنا كمقاربة تطبيقية هذا الموضوع الذي يقول إن تحقق الكوني مشروط بتحرر الإنسان من سلطة الإنسان حلل هذا الإقرار وناقشه مبينا أوجه هذا التحرر وحدوده سنبدأ أولا في هذه المقاربة المنهجية من جهة الفهم وفهم الموضوع يقتضي أن نتدرج ضمن ثلاث نقاط أساسية أو ضمن ثلاث مراحل أساسية هي أساسا الانتباه أولا إلى صغة الموضوع الانتباه إلى ما يتضمنه الموضوع من مفاهيم والاشتغال بطبيعة الحال عن محمولاتها الدلالية وعن علاقاتها لكي ننتهي ضمن هذه اللحظة إلى رصد العلاقة الإشكالية التي يثيرها الموضوع والمقال الفلسفي يوجهنا دائما مهما تنوعت سيغ المواضيع إلى وجوب الاشتغال على علاقة إشكالية من جهة الانتباه إلى سيغة الموضوع وهي لحظة مهمة في مستوى الفهم وفي مستوى عملية تفكيكنا للموضوع لأنها هي ما يضمن تقيدنا بخصوصية هذا الموضوع فما يمكن أن نلاحظ حول سيغة هذا الموضوع هو وجود سيغة مركبة وأقصد بالسيغة المركبة وجود إقرار مرفق بتعليمة وهذا ما يجعلنا نعتبر أن هذا الموضوع هو موضوع في شكل قولة أو في شكل إقرار مرفق بتعليمة وهذا التحديد بطبيعة الحال سينعكس على إجرائيات الطعاط المنهجي وكذلك الطعاط مع الموضوع على مستوى الفهم فسيغة الإقرار توجهنا إلى وجود عبارة إن وهي أداة تأكيد وإعلان عن موقف أو إقرار فهي سيغة إقرارية تتضمن أطروحة أو موقف محددا عبارة مشروط بي هي عبارة تعلن وجود علاقة شرطية بين حدين هما تحقق الكون من جهة وتحرر الإنسان من سلطة الإنسان تحقق الكون بما هو مطلب وتحرر الإنسان من سلطة الإنسان بما هو أيضا شرط لهذا التحقق ووجود سلطة للإنسان على الإنسان بما هي واقع التعليمة المرافقة لهذا الإقرار تقول حلل هذا الإقرار وناقشه مبينا أوجه هذا التحرر وحدوده فتوجيه الاهتمام هنا عبارة حلل وناقش توجه الانتباه إلى أنه يجب الاشتغال على أطروحة الموضوع في قسميه التحليلي ومن خلال إبراز طبيعة هذا التحرر ووجوه وكذلك الاشتغال على هذا الإقرار نقديا على مستوى مكاسبه وحدوده أيضا عبارة أوجه التحرر الواردة في نص الموضوع تبين وتوجهنا أساسا إلى ضرورة الانتباه إلى وجود عدة سجلات للتحرر وتوجهنا إلى ضرورة الاشتغال على هذا التنوع المجالي أثناء المعالجة التحليلية والمعالجة النقدية ماذا يمكن أن نستنتج؟ أولا يمكن أن ننتبه إلى وجود إقرار في الموضوع أو الانتباه إلى وجود إقرار في الموضوع يساعد على تبين موضع الإثبات أو النفي والإثبات معا الانتباه إلى التعليم المرافقة للإقرار بصفة عامة يساعد على تبين مطلوب الموضوع أو ما يريد الموضوع لفت انتباهنا إليه أو تنبيهنا إلى ما لا يجب التغافل عنه وإهماله الانتباه إذن إلى صيغة الموضوع يوجهنا إلى فهم المطلوب فهما سليما وإلى كيفية التدرج في المعالجة تحليلا ونقدا بما يسمح بالالتزام بخصوصية الموضوع وبالتالي تجنب الانسياق نحو مزالق عديدة أهمها ولعل أهمها سرد المعلومات أو الاقتصار على مجرد سرد المعلومات وتوظيفها يعني لنا وعرضها دون توظيفها سياقيا في خدمة هذه المعالجة بعد تركيزنا على مستوى صغة الموضوع سنتدرج نحو المستوى الدلالي لمفاهيم الموضوع وفيه سنتوجه أساسا إلى مساءلة مفاهيم الموضوع ومحمولاتها الدلالية فكلمة تحقق أو عبارة تحقق في نص الموضوع تشير إلى أن الكون ليس ماهية ثابتة ما قبلها بل هو مصار تاريخي ينشد التقدم والحرية الكون وارد في الموضوع بما هو مطلب أو بما هو غاية أو رهان أو يتعلق بما يجب أن يكون وهو نقطة التقاء ضامن للتعايش السلمي والعادل فالكون إذن هو فضاء مركب أو هو عند نقصد به فضاء مركب أي هو فضاء اجتماع الوحدة والكثرة الكوني إذن هو مفهوم يتحرك في فضاء إيتيقي يستدعي قيم التواصل والحوار والتشارك والتسامح والحرية والتعاون عبارة تحرير الإنسان من سلطة الإنسان في الموضوع تختزل منطقة تحرم في أفق واحد هو علاقة الإنسان بالإنسان وهذا مهم جدا يجب أن نركز عليه لأن هذه النقطة نقطة مهمة يمكن استثمارها في القسم التحليلي ويمكن أيضا الاشتغال عليها نقديا عبارة علاقة الإنسان بالإنسان هي أيضا عبارة تحتمل عدة دلالات فعلاقة الإنسان بالإنسان يمكن أن تفهم في سياق علاقة الفرد بالفرد أو في سياق علاقة الطبقة بالطبقة الأخرى أو في سياق علاقة الثقافة بالثقافة الأخرى أو علاقة المؤسسة بالفرد سواء كانت هذه المؤسسة سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو يمكن أن تنفتح هذه العلاقة على مستوى علاقة الدول ببعضها في هذه النقطة من بين يعني عندما نتحدث على رصد المعاني والدلالات والعلاقات من بين شروط رصد المعاني والدلالات هو الانتباه إلى المجالات التي يمكن أن يحيل إليها نص الموضوع فعبارة أوجه التحرر تشير في هذا الموضوع إلى أن هناك أولاً هناك عدة مظاهر لسلطة الإنسان على الإنسان أشكال العنصرية والأنانية والتعصب والإقصاء والمركزية العرقية أو الثقافية فيمكن أن نفهم هذه السلطة في سياق مكتسباتنا من دراستنا للبرنامج إلى تحول الأنظمة الرمزية مثلاً إلى أدوات للهيمنة وتغذية ثقافة العنف والكراهية والإقصاء يمكن أيضاً أن نلحظ ذلك في انتهاك الدولة التسلطية للحقوق والحريات ومظاهر العنف السياسي والتعذيب والقمع يمكن أيضاً أن نلحظ ذلك في مستوى تغذية العولمة للصراعات الطائفية والعرقية والدينية وما ترتب عنه من تمس لقيمة المواطنة وسيادة الدولة الوطنية يمكن أيضاً أن نرى في النماذج العلمية أدوات تستثمرها السلطة من أجل التحكم والهيمنة وفرض القوة والإخضاع كذلك من خلال مسألة العمل يمكن أن ندرك أن استغراق العمل المعولم اليوم في منطق النجاعة وخلق الثروة أفضأ إلى استعباد العامل واستغلاله نستنتج إذن أن المحمولات الدلالية للعبارات الواردة في الموضوع وهي عبارات الكوني التحرر سلطة الإنسان على الإنسان أوجه التحرر تشير جميعها إلى ضرورة تنزيل الموضوع ضمن سجلات متعددة تنفتح على ما هو أنتولوجي متعلق بمسألة الوجود أو على ما هو أنتروبولوجي متعلق بالسجل الثقافي أو ما هو إبستيمولوجي متعلق بمجال المعرفة أو ما هو إتيق متعلق بالمسألة القيمية بوجه عام انفتاح معاني الموضوع إذن على سجلات مختلفة ومتنوعة هو ما يمنح الموضوع طابعا تأليفيا بما أننا نجد أنفسنا بحاجة إلى توظيف مكتسباتنا في أكثر من مسألة بل نجد أحيانا أن مثل هذه المواضيع تخترق مسائل عدة من البرنامج في تنوع سجلاتها اللحظة الثالثة من اشتغال على مستوى الفهم تتعلق برصد العلاقة الإشكالية التي يتنزل في سياقها الموضوع أو التي يثيرها الموضوع فهذا الموضوع لا يتحدث عن معنى تحقق الكون ولا يتحدث عن مطلب التحر ولا يتحدث عن واقع سلطة الإنسان على الإنسان بل هو يتناول مطلب تحقق الكون في علاقة بما يعيشه الإنسان في علاقة بواقع يعبر عنه بأنه واقع سلطة كل المواضيع الفلسفية تتناول أو تثير دائما أو ما يثير مشكلا هو العلاقات المفهومية بينها لذلك فعندما ننتبه إلى أطروحة الموضوع والتي تعلن أن تحقق الكون مشروط بتحرير الإنسان من سلطة الإنسان يمكن أن تتقابل مع تصور مغاير يعتبر أن إمكان تحقق الكون مشروط بإخضاع الكثرة والاختلاف إلى مقتضيات النموذج الواحد بما يفترضه هذا الاقتضاء من إخضاع وسلطة فالاشتغال على مستوى هذه العلاقة الإشكالية يجب أن يترافق في كل لحظات المعالجة ونعني بذلك في لحظة أولى في مستوى سياغة إحراجية واضحة ودقيقة لهذه العلاقة الإشكالية وأيضا في مستوى بيان ما يبرر طرح مثل هذه العلاقة الإشكالية وهي لحظة تقترن في أذهاننا بلحظة المقدمة في المقال الفلسفي يجب أن يتواصل الاشتغال على هذه الإشكالية في الجوهر في مستوى التحليل فما يحدده مطلوب يعني لنا من خلال ما يحدده مطلوب الموضوع في التحليل وهو الكشف عن ضمنيات أطروحة الموضوع ودلالات اشتراط تحقق الكون لتحرر الإنسان من سلطة الإنسان وبيان تنوع أوجه هذا التحرر وتبعاته يستمر هذا الاشتغال على العلاقة الإشكالية إذن ضمن مستوى النقط فما يحدده مطلوب الموضوع في النقاش هو النظر في مدى وجاهة هذه الأطروحة من جهة المكاسب الفلسفية التي يحققها ومن جهة المآخذ التي يمكن أن ننسب من خلالها أطروحة الموضوع أيضا اشتغالنا دائما على إبراز هذه العلاقة الإشكالية يستمر أيضا في مستوى التأسيس ومستوى التأسيس يقتر في أذهاننا بلحظة الخاتمة في المقاء والتي نطالب فيها ببناء موقف أخير من الإشكالية يؤكد انخراطنا الفعل في هذه الإشكالية لذلك سنحاول تتبع مختلف هذه اللحظات التي ترتبط بالالتزاب بمعالجة هذه الإشكالية في مختلف مراحلها المتدرجة لذلك نمضي إلى الاقتراب أكثر من لحظات التخطيط للمقال الفلسفي إذ كيف يمكن أن ننجز تخطيطا منهجيا متماسكا لمثل هذا الصنف من المواضيع الذي هو بطبيعة الحال موضوع قولة ولكن في نفس الوقت هناك يعني لهنا اشتغال منهجي داخل الموضوع القولة على صغة يمكن أن تحرجنا أحيانا وهي الصغة التأليفية التي يمكن أن يتنزل فيها الموضوع القولة هذه اللحظات كما تعلمون تترتب وفق البنية التقليدية للكتابة الفلسفية وهي لحظة المقدمة والجوهر والخاتمة ففي مستوى المقدمة نجد أن المقدمة في المقال تضطلع بوظيفة ولا تكون وظيفية إلا إذا قدمت لنا وضعية أو هيأت لوضعية إحراجية تسمح بإثارة مشكل مخصوص وكذلك إذا ما نحن امتلكنا القدرة الكافية على سياغة هذه الإشكالية بدقة ووضوح وبطريقة ترتبط بخصوصية هذا الموضوع في مستوى التمهيد مثلا يمكن أن نمهد إلى هذا الموضوع بقولنا أو باستثمارنا لفكرة التقابل بين مشروعية الرهان على الكون من جهة الحق بما هو تجسيد لوحدة النوع الإنساني ومصيره المشترك هذا من جهة ومن جهة أخرى ما يطلعنا عليه واقعنا اليوم من تنامي أشكال تسلط الإنسان على الإنسان وتضخم خطاب الفردانية والأنانية والنزاعات العنصرية لاحظوا معي هنا أننا بنينا التمهيد على لحظة تقابل فهذا التقابل هو ما يمنح التمهيد طابعه الإحراجي يجب أن ننتبه أيضا إلى أننا في هذا التمهيد اشتغلنا على هذه العلاقة بين مطلب تحقق الكون وواقع سلطة الإنسان على الإنسان لم نتحدث عن الكون يعني لهنا في سياق يعني لهنا معزول لم نتحدث عن سلطة الإنسان على الإنسان وإنما حارسنا دائما على تجسيم هذه العلاقة الإشكالية والتي كنت قد قلت أنها سترافقنا تيلة لحظات الكتابة الفلسفية وطيلة لحظات إنجازنا للمقاء اللحظة الثانية في المقدمة تتعلق إذن بسياغة واضحة ودقيقة للإشكالية المطروحة بطبيعة الحال مثل ما هو الشأن بالنسبة للتمهيد هناك إمكانات عدة وسياغ مختلفة للتمهيد فينطبق هذا أيضا إلى سياغة الإشكالية قد تتناوع سياغات المشكل ولكنها تبنى ضرورة على إحراج يعني ما يوحد بينها هو ضرورة وجود إحراج يدفع نحو التفكير في طبيعة العلاقة بين مطلب تحقق الكون وواقع سلطة الإنسان على الإنسان يمكن مثلا أن نبني المشكلة على الإمكانية التالية فنقول إذن هل أن تحقق الكون كمطلب إنساني رهين إخضاع الكثرة والاختلاف إلى مقتضيات النموذج الواحد بما يفترضه من إخضاع وسلطة مثل ما يتصور البعض أم أنه يظل مشروطا بمهمة تحرير الإنسان من سلطة الإنسان على أي نحو يمكن أن نفهم أبعاد هذا التحرر وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الأفق التحرري شرطا مجزيا في طلب الكون والمراهنة على شروط إمكانه في مستوى اشتغالنا على الموضوع في لحظة الجوهر ونحن إذن أمام موضوع قولة والموضوع القولة مهما كانت صيغته حتى إذا لم يكن موضوعا تأليفيا يشترد دائما ضرورة الفصل المنهجي بين التحليل والنقاش وربما هذا ما يميز الموضوع القولة عن الموضوع السؤال في لحظة التحليل بطبيعة الحال سنوجه انتباهنا إلى أطروحة الموضوع وهي الأطروحة التي تعتبر أن تحقق الكون مشروطا بتحرر الإنسان من سلطة الإنسان يمكن إذن الاشتغال على هذه الأطروحة من خلال اتباع تمشي ممكن بطبيعة ليست تمشي الأوحد ولكنه تناول أو مقاربة ممكنة هي أيضا بين عدة مقاربات في لحظة الاشتغال الفعلي على الموضوع أو لحظة الاقتراب على الموضوع كما ذكرنا في الجزء السابق هي لحظة يمكن أن تستثمر صيغة الموضوع في الكشف عن مسلمات الموضوع ورأينا في لحظة الفهم كيف أن مقاربة للموضوع تبدأ بالاشتغال عليه في مستوى اللغوي وتحديدا في مستوى الإحاطة بصيغة هذا الموضوع فكمدخل للتحليل يمكن إذن استثمار لحظة الفهم في التذكير بما أهم ما يمكن ملاحظته حول هذه الصيغة بطبيعة الحال هذا الاشتغال على الصيغة هو اشتغال غائي لأن الاشتغال على صيغة الموضوع هو أولا ما يضمن لنا الإقامة داخل الموضوع وما يضمن لنا الالتزام بخصوصية الموضوع ولكن في نفس الوقت هو ما يضمن أيضا إمكانية النبش في مسلمات الظمنية للموضوع أو اكتساح ما لا يعلنه الموضوع وما لا يقوله بصورة صريحة ومعلنة فيمكن مثلا التأكيد على العبارة التالية عبارة التأكيد بما هي عبارة تعلن عن موقف وهو ما يبرر اشتغالنا في لحظة التحليل على هذا الموقف يعني نحن أمام أطروحة وربما هذه الخصوصية المنهجية للموضوع القول إذا ما قررناها بالموضوع السؤال يمكن أيضا استثمار عبارة مشروط بي للانتباه أو لتوجيه التحليل إلى أن تناول العلاقة يعني لهنا أو أن الموضوع يعلن عن علاقة شرطية بين حدين هما كما ذكرنا التحقق الكوني ومطلب يعني لهنا تحرر الإنسان من سلطة الإنسان أيضا عبارة أوجه التحرر وجهتنا في مستوى الفهم إلى ضرورة الانتباه إلى أن الموضوع ينفتح على عدة سجلات مختلفة وممكنة وبالتالي هذا الموضوع يأبى أن يتنزل ضمن مسألة واحدة لأنه عن وعي أو لا وعي دائما ننتظر أن يوجهنا الموضوع إلى مسألة ولكن هذا الموضوع يأبى أن يتنزل أو أن ينحصر في حدود مسألة واحدة من مسائل البرنامج فالانتباه إلى الصغة يوجهنا أساسا إلى فهم المسلمات الضمنية التي يمكن أن يضمرها نص الموضوع فعبارة تحقق تفيد أن الكوني أو ما لا يعلنه الموضوع بطبيعة هو أن الكوني هو مطلب أو غاية فعبارة تحقق تفيد أن هذا الشيء يعني لهناه هو مطلب وهو غاية أو مشروع يراد إدراكه كلمة علاقة الإنسان بالإنسان أو سلطة الإنسان على الإنسان هي علاقة تستنبط من واقع الإنسان في حد ذاته هذا الواقع الذي تخترقه علاقات سلطوية تعطل إمكان تحقق هذا المطلب بهذا المعنى نفهم أن ما يسلم به الموضوع ذمنيا هو أن الكوني مشروع ولكن يسلم الموضوع ذمنيا أيضا بأن الكوني هو ما يتعارض مع السلطة عبارة تحرر الإنسان من سلطة الإنسان تفيد يعني حسب هذا الإقرار أنها تمثل أفقا أو شرطا مزيا لإمكان هذا الكوني وكأن تحقق الكوني هو تحقق يتم في مستوى تحرير علاقة الإنسان بالإنسان وهي نقطة يمكن أن نستثمرها سواء في الاشتغال على خصوصية الموضوع في التحليل أو من جهة يعني بناء بعض المآخذ حول أطروحة الموضوع نتدرج إلى الاشتغال السياقي على دلالة المفاهيم ولحظة التفكيك بيّنت أننا بإمكاننا رست المفاهيم الأساسية للموضوع واستثمارها في عملية الفهم لكن في هذا السياق يجب أن ننتقل من عملية الرست إلى من عملية رست الدلالات إلى الاشتغال السياقي على دلالة المفاهيم نحن الآن أمام مهمة تتمثل أساساً أمام مهمة تتمثل أساساً في إعادة يعني لهنا استثمار هذه المفاهيم بمحمولاتها الدلالية وبشبكتها العلائقية داخل سياق المعالجة فمفهوم الكون الذي تحدثنا عنه كغاية وكريهان أو كمشروع يعني لهنا هو يجعلنا ننتبه إلى أن هذا المفهوم الكوني يجعلنا نتحرك ضمن فضاء عام وفضاء إيتيقي يستدعي قيم التواصل والحوار والتشارك والتسامح والعدالة والتعاوى طلب الكونية إذن رهان مشروع بالنسبة للإنسان وهذا الرهان يتخذ شرعيته من وحدة المصير التاريخ إلى البشر ووحدة الانتماء إلى العالم الأرض أو يعني لهنا إلى الأرض الوطن عبارة التحرر أيضاً سنرى بعد يعني هذه المفاهيم كيف توظف داخل السياق فهذه المفاهيم يعني لهنا استقيناها من لحظة الفهم بطبيعة الحال إذا كانت تبدو هنا منعزلة فهي في سياق البناء الحجاجي سنعيد استثمارها بطريقة وظيفية داخلة يعني لهنا مختلف مراحل المعالجة التحرر إذن في الموضوع هو يعني لهنا مدرك كشرط تحقق الكوني نبدأ إذن بنظر في المقتضيات التي تبرر أو تشرع لاعتبار أن التحرر الإنسان من سلطة الإنسان هو شرط إمكان تحقق الكوني أولاً يمكن أن نقفى ضمن هذا الموضوع على دلالة سلطة الإنسان على الإنسان وهنا سنبدأ في الاشتغال السياقي على المفاهيم ومن المحاذير المنهجية التي أريد أن ألفت انتباهكم إليها هي أن نتعامل مع مفاهيم الموضوع بصفة متقطعة وبصفة معزولة فلعل بعض التلاميذ ينساقون منذ لحظة التحليل إلى محاولة إيجاد تعريفات ومحمولات دلالية للمفاهيم دون ربطها بصياق المعالجة وهذا ما يجب تجنبه لأن المفهوم يكتسب معناه داخل سياق فتتابعون معي هنا كيف نعيد إلى هنا الاشتغال سياقياً على هذه المفاهيم داخل لحظات هذه المعالجة يمكن أن ننطلق إذن بالوقوف على دلالة سلطة الإنسان على الإنسان وهذا الوقوف ينبهني إلى أن علاقة الإنسان بالإنسان هي علاقة مركبة فعبارة الإنسان يعني هنا توجهني إلى دلالة عام لأنها قد تنفتح على علاقة الفرد بالفرد على علاقة الطبقة بالطبقة على علاقة الثقافة بثقافة أخرى أو علاقة المؤسسة بالفرد هذه المؤسسة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو ما يتعلق بعلاقة الدول ببعضها عبارة السلطة في الموضوع دالة على معنى الاستغلال معنى الهيمنة ومعنى الإكراه ومعنى الإخضاع معنى التحكم ومعنى الإقصاء يمكن أن نمضي إلى بيان تعدد مظاهر تسلط الإنسان على الإنسان فيمكن أن نعاين هذا التسلط في مستوى تنامي أشكال انتهاك الدولة التسلطية للحقوق والحريات ومظاهر العنف السياسي والتعذيب والقمع والتحكم الأقوى في مصير العالم وخرق سيادة الدولة الوطنية وتغذية الصراعات والحروب هذه الفكرة يفترض أن أكون تعرضت إليها في الحادثي السياق معالجة لإشكالية العلاقة بين السيادة والمواطنة يعني لنا داخل مسألة الدولة يقول جوليان فراند إن الدكتاتورية لا تعترف إلا بقوة واحدة وتستبعد كل قوة أخرى ويضيف بوريكور ينزع صاحب السيادة دوما إلى ابتزاز السيادة ذاك هو أداء السياسي الجواري يمكن أن أبرز أيضا أن العالم بما هي مشروع سياسي واقتصادي وثقافي يهدف إلى إخضاع العالم إلى قطب واحد تحكمه إرادة الهيمنة والتحكم وإدماج كل الثقافات وإخضاعها لنمط ثقافي معولم ينفي الإختلاف وهي فكرة تعرضت إليها أساسا بشكل يعني لنا هنا دقيق وبشكل واسع ضمن مسألة الخصوصية والكوني يمكن أيضا أن أشتغل على فكرة واقع اقتصاد السوق اليوم وهيمنة الشركات العابرة للقرات ونهب ثروات الشعوب وأثقال كاهلها بالديو وهذا ما يفترض أن أكون تعرفت عليه في مسألة العلاقة بين الثقافات أو أيضا في طرحنا للمسألة العمل يمكن أن أستثمر أيضا ضمن هذا الموضع فكرة تحول الوسائط الرمزية إلى أدوات للهيمنة والتحكم وأدوات للتلاعب بالعقول وإلى تحول هذه الأنظمة إلى سلطة تنمذج الرغبات وتملي أسليب العيش وتستثمر كأدوات لإدارة الصراع في العالم وافتكاك مواقع النفو يقول ميشيل فوكو أفترض أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو في نفس الوقت إنتاج مراقب ومنطقا ومنظم بطبيعة الحال استقيت هذه الفكرة في سياق معالجتي لإشكالية العلاقة بين مطلب التواصل وتنوع الأنظمة الرمزية يمكن أيضا أن استثمر الفكرة الآتية والمتعلقة بإبراز أن النماذج العلمية قد تتحول هي أيضا إلى سلطة تابعة توظف من قبل أجهزة ومؤسسات غريبة عن العلم تتخفى وراء إرادة التحكم ومثل ما يقول كارل بوبير أخشى أن فكرة السيادة على الطبيعة تتضمن عنصرا آخر إنه إرادة الهيمنة إرادة القوة في حد ذاتها نمضي الآن إلى بيان أوجه هذا التحرر وأبعاده فعبارة أوجه الواردة في الموضوع تجبرني على ضرورة البحث عن سياقات مختلفة لمعالجة الموضوع وهي عبارة صريحة تعلن على وجود كثرة وتنوع في مستويات هذا التحرر يمكنه مثلا أن أشتغل على وجه أول لهذا التحرر في مستوى اقتصادي كأن أبين مثلا أن النظال من أجل علاقات اقتصادية محققة للعدالة والإنصاف قد يتجاوز اختزال العمل في بعده الاقتصادي نحو تنظيم ناجع للمصالح يلائم بين مصلحة الفرد ومقتضيات المصلحة العامة فينفتح بذلك العمل الإنساني على أفق المنفعة الكونية يقول بوريكار أن تكون إنساناً ليس معناه أن تعمل عملاً محدداً فحسب وإنما أن تجنح إلى أفق كلية الوجود الإنساني الذي أسميه العالم أو الوجود يمكن أيضاً الاشتغال على السجل السياسي في مقاربة هذا الموضوع فعلى المستوى السياسي يمكن أن أستثمر فكرة المقاومة بما هي شكل من أشكال التحر فأبرز مثلاً أن مقاومة الاستبداد تسمح بتثبيت حقوق المواطن وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تحررها من سلطة الأقوى وبناء الفعل السياسي على مبدأ المشاركة بما يجعل الشأن السياسي شأناً كونياً يقول بوريكور إن الفرد لا يصبح إنساناً إلا ذمن هذا الجمع الذي هو كونية المواطنين بهذا المعنى لا يمكن تحقيق هذا التوافق بين الذاتي والكوني إلا إذا اتسم الوجود في المدينة بالطابع الكوني بطبيعة الحال قصدنا بعبارة الكوني هنا كمقابل لما هو فئوي أو ما يتعلق بتوظيف السلطة لخدمة مصالح الأقلية يمكن أن أتوسع أيضاً في استثمار سجل آخر لمعالجة الموضوع وهو السجل الاستتيقي وهذا السجل الاستتيقي الذي نتعامل معه في المسألة من مسألة البرنامج متعلقة بالنظر في إشكالية العلاقة بين الجمال والحقيقة في الفن فاستتيقياً يمكن توظيف الجمالية في مقاومة بؤس واغتراب الإنسان داخل إديولوجيات خطاب السوق التي تسعى إلى ترويذه كمستهلك وخاضع وقاسر من أجل مجتمع كوني محرر ميناء الاستعبات وكيف في هذه المسألة هنا رأينا كيف يعتبر هيربارت ماركيس أن الفن هو وسيلة هو أداة نفي في صلب الحضار أي ما به ننفي وما به نقول لا وما به نتمرت يقول هيربارت ماركيس إن الفن يستحث وعياً ليس بوعي طبقة محددة فحسب بل وعي الكائنات البشرية من حيث أنها تنتمي إلى النوع وتطور ملكاتها الحافزة للحياة ماركيس يريد أو يرى في الفن وسيلة وأداة للتحرر من السلطة وأداة لإدراك الحياة الكونية يمكن أن نستثمر أيضاً السجل الإجتماع فنبين مثلاً أن إرساء علاقات إجتماعية قائمة على أسس إنسانية إيتيقية تتجاوز باراديغم المعرفة نحو باراديغم الاعتراف لا يعود الآخر بالنسبة لموضوع معرفة بل موضوع اعتراف وهذا ما يمكن أن يسهم في الارتقاء بعلاقة الأناء بالغير من طابعها العنيف وطابعها الإقصائي إلى فكرة المشاركة والمشاركة في الفضاء الكوني يقول جون بول سارتر إننا لا نكتشف أنفسنا في عزلة ما بل في الطريق في المدينة وسط الجماهير شيئاً بين الأشياء أناساً بين البشر يمكن أيضاً أن أستثمر مجال آخر وهو المجال الثقافي يأتي ذلك دائماً في ما يفترضه الموضوع من ضرورة تنويع سجلات المعالجة فعلى المستوى الثقافي يمكن أن أبرز مثلاً أن الدفاع عن حق الاختلاف سبيلاً لمواجهة منطقة التماهي والتنميط والتمس الخصوصيات والتأسيس لثقافة كونية وحضارة عالمية مثل ما يقوله السارل إن عالم الثقافة هو عالم عدة ثقافات أو ما يعلنه إدغار مورا في قوله توجد وحدة إنسانية بقدر ما يوجد أو تنوع إنساني فمقاومة أو يمكن أيضاً أن نبرز ضمن هذه اللحظة الأنتروبولوجية إلى بيان أن مقاومة عنف الرمز وتوظيفاته السلطوية من شأنه هو أيضاً أن ينمي التواصل في أبعاده الإنسانية ويتيح سبيلاً للتوافق والتثاقف ويفتح الرمز على أفق كوني عندما يكف عن استغراقه في الخصوص بمعناه الضيق يقول وينر إن تكنولوجيا الاتصال هي السبيل الوحيد لتفادي سقوط الإنسانية مجدداً في عالم هيروسيما وعالم هيروسيما إشارة واضحة إلى عالم العنف وعالم الحرب نأتي الآن بعد لحظة التحليل إلى اللحظة النقدي واللحظة النقدية تتوجه دائماً إلى بناء إلى محاولة إبراز المكاسب الفلسفية التي يحقق الموضوع وأيضاً التنبيه أو الإشارة إلى المآخذ التي يمكن أن ننسب بها هذا الموضوع أو أن نتعامل معه تعاملاً نقدياً فمن شهة المكاسب ما يحققه الموضوع وعنصر المكاسب يتوجه أساساً إلى رصد مواضع القيمة الفلسفية لهذا الموضوع والقيمة الفلسفية لأطروحة الموضوع فما يمكن أن نراه مجال قيمة هو تأكيد الأطروحة على التعامل مع الكون باعتباره مطلباً وقيمة وتوجهاً إيتيقياً يراهن على تحرير الإنسان من كل أشكال الإغتراب فالأطروحة هي تتضمن تجاوز لما هو كان نحو التأسيس لما يجب أن يكون أيضاً بهذا المعنى أطروحة الموضوع تبني في أذهاننا تصوراً واقعياً لإمكان تحقق الكون ينزله في سياق مفاهيم الآخر والتاريخ فتحقق الكون مشروط بمدى قدرة الإنسان على تحرر من سلطة الإنسان وهذا ما يضفي على مطلب الكون طابعاً واقعياً وما يجعله واقعاً ممكن التحقيق وتبع بعيداً عن الكونيات المثالية المزعومة يمكن أن نؤكد هنا أيضاً على أهمية قيمة الحرية في الترقي بالوجود الإنساني والارتقاء به من منزلة الخاضع الخاضع التابع إلى منزلة الشريك الفاعلي أيضاً ما يمكن أن نثمنه في هذا الموضوع هو تمييزه بين كوني عالمي إنساني إتقي ناشد للحرية وبين كوني عولوي إديولوجي ناشد للتسلط فعبارة تحقق الكوني تعني ضمنياً ضحذ الاعتقاد بأن ما نعيشه اليوم من إديولوجيات مزعومة لا يمكن أن تضطلع بتحقيق هذا الرهان ولا يمكن أن تبني صورة الكون الإتيقي الذي نطمح إليه يمكن أيضاً الانتباه إلى أن الموضوع يتضمن تأكيداً على أهمية الوجود العلائقي للإنسان في الرهان على الكوني من جهة أنه إنقاذ للذات وللآخر في آن فعندما نحرر الإنسان من سلطة الإنسان فنحن في النهاية إنما نحرر الإنسان الكوني نحرر الأنا وفي نفس الوقت نحرر الآخر لأن الكوني يتضمن فكرة وحدة المصير ويتضمن وحدة التنوع من شهة ما يمكن أن نؤخذه على هذه الأطروحة الواردة في الموضوع يمكن أن نتظننا على هذا الإقرار بالإشارة إلى عسر المراهنة على الكوني في واقع معولم محكوم بمنطق القوة بطبيعة الحال لا على معنى التشريع لفكرة اليأس من الكوني وإنما لاستدام هذه النزعة الإيتيقية بكونيات وإديولوجيات تزعم يعني إلى هنا تزعم أنها كونية أيضا ما يكشف عنه راهن العولمات اليوم من سطوة نزعة سلطوية قد يسلب الوجود الإنساني المعنى واشقته في العدمية يقول جون بودريار إن الكون يهلك في العولمة وعولمة التبادلات تضع نهاية لكونية القيم إنها انتصار الفكر الوحيد على الفكر الكوني ما يمكن أن نأخذه أيضا على هذا الموضوع هو اختزال شرط تحقق الكوني في تحرر الإنسان من سلطة الإنسان لذلك بينا إلى أهمية استثمار سيغة الموضوع في عملية تشكيل المعالجة ففي هذه النقطة تحديدا استثمرنا فكرة يعني اختزال تحقق الكوني في شرط تحرر يعني الإنسان من سلطة الإنسان وهو تصور قد يتغافل عن فكرة فساد الطبيعة البشري بما أنه يجعل للعنف خطرا يزعج دعاة الكونية ويتربس بهذا المطلب فقد لا نكون في حاجة إلى أو قد لا ننجح في تحرير الإنسان من سلطة الإنسان إلا إذا حررنا الإنسان من ذاته ومن نزعاته العدوانية وبطبيعة الحال تعرضنا في لحظات متعددة إلى فكرة فساد الطبيعة البشرية شهرية وسواء مثل ما تحدث عنها ميكيافيل أو هوبس أو فريد يقول فريد إن صراعات المصالح بين الناس تسوى باستخدام القوة وهذا صحيح بالنسبة للمملكة الحيوانية بأسرها وهي المملكة التي لا يستبعد أو لا يملك الإنسان أن يستبعد نفسه منها يمكن أن ينتهي عملنا أو اشتغالنا في الجوهر على لفت الانتباه إلى رهان الموضوع وهي لحظة مهمة في المقال الفلسفي لأنها تؤكد مدى انخراط التلميذ في الإشكالية التي يثيرها الموضوع فيمكن أن ننتهي مثلا إلى إبراز أن هذا الموضوع يقودنا أو التفكير في مثل هذه الإشكالية يقودنا إلى تحرير الإنسان من كل أشكال التسلط والهيمنة والوعي بما ينجر عن منطقة التسلط من إقصاء وصراع وعنف ومن استحالة تحقق العيش معاً أيضاً يمكن في سياق اشتغالنا على هذا الرهان أن نلفت الانتباه إلى أن هذا الموضوع يدفعنا إلى التمييز بين كوني إنساني حقيقي يجب أن نعمل على إنقاذه وبين كوني مزعوم يتستر بقيم إنسانية كواجهة خطابية يجب أن ننقذ أنفسنا منه نأتي الآن إلى اللحظة الثالثة والمتعلقة أساساً ببناء خاتمة للمقال الفلسفي وهي لحظة قد تبدو بالنسبة إلينا غير مهمة بالقدر الذي تحظى به المقدمة أو الجوهر من اهتمام بالغ ولكن أريد أن ألفت الانتباه إلى أن لحظة الخاتمة هي لحظة لا تتجزأ من المقال وهي لحظة وظيفية فالمقال الذي لا ينتهي إلى بناء خاتمة يظل مقالاً مبتوراً لأن الخاتمة وجودها وظيف في المقال فكما تعلمون الخاتمة تتكفل ببناء موقف أخير من الإشكالية بالعكس لحظة الخاتمة هي لحظة مهمة لأنها لحظة تتويج لمصار التفكير في المقدمة وكذلك المصار الحجاجي الذي اشتغلنا عليه في الجوهر أحياناً قد نتغافل عن لحظة الخاتمة إما بسبب اضطراب في استغلال الوقت فلا نجد لها الوقت اللازم للاشتغال عليها أو أحياناً عن قصد باعتبار أن ذلك يتنزل في سياق ما يسميه نوفال باستراتيجيا الإهمال فنهمل المقدمة والخاتمة وهو إهمال قصدي من جهة اعتبارها غير ذي معنى أو غير أو لا تمتلك نفس الوجاهة التي للمقدمة والجوهر لذلك أردت ضمن هذه اللحظة أن أوجه انتباهكم إلى بعض المحاذير المنهجية في هذه اللحظة وهو أن علينا أن نتجنب التغافل عن وظيفية الخاتمة في المقال ومنزلة الخاتمة فيه علينا أن لا نسترسل في لحظة الخاتمة في أثناء الخاتمة في التحليل ونستترك من جهتي أن الخاتمة قد تتحول إلى مناسبة لتدارك أفكار غفلت عن تحليلها في الجوهر وبالتالي هذا ما سيؤثر على وظيفة الخاتمة أو أيضاً قد أنت أحياناً في الخاتمة إلى استخلاص موقف أو إلى موقف أو إلى عرض موقف يعني المسألة لا تتعلق بالاستخلاص وإنما بتقديم موقف أو عرض موقف لا ينسجم مع سياق المعالجة وغير مبرر بمصاري البناء السابقي أو أحياناً قد يتناقض معه يمكن إذن بناء خاتمة لهذا الموضوع من خلال التدرج بالخاتمة في لحظتها فيمكن أن نؤلف حوصلة تأليفية موجزة نبين فيها أن الكون مطلب مشروع من جهة وحدة المصير التاريخي للبشر وإمكان تحققه واقعياً في علاقة بالآخر تتجاوز منطق الهيمنة نحو التشارك غير أن ما يكشف عنه واقع أو راهن العولمة من سطوة نزعة سلطوية قد يسلب الإنسان أو يسلب الوجود الإنساني المعنى وإشقته في العدمية لذلك يتأكد دور الفلسفة إذن في كشف أقنعة السلطوي وتفكيك الكونيات المزعومة التي تتخفى وراء مرجعيات إيتيقية من أجل تطويع الإنسان وإخضاعه إلى مقتضيات النموذج وإحكام السيطرة عليه والتحكم فيه رهاناً على كوني إنساني يتخذ من الحرية أولوية مطلقة في تشكيل ماهية الإنسان ويضطلع بمشروع الوجود الإنساني بما هو مشروع قصدي وغائي لاحظوا معي على مستوى الصغة تم بناء الخاتمة وفق الصغة التالية وهي تبين أن غير أن وهذا ما يعكس تقابل بين فكرتين لذلك فلحظة التحرير يجب أن تكون لحظة دقيقة في مستوى الروابط اللغوية لأنها ما يضمن تماسك فقرات التحرير سواء تعلق الأمر بلحظة المقدمة أو لحظة الخاتمة أو حتى ما تعلق الأمر بلحظة الجوار ننتهي إذن بعد هذه المقاربة التطبيقية إلى استخلاص الرهانات التي من أجلها تناولنا الموضوع القولة وركزنا بالأساس داخل سياغ المواضيع القولة على الموضوع التأليفي نموذجا هذه الرهانات تنقسم إلى رهانات معرفية ورهانات منهجية فعلى مستوى معرفي ماذا يمكن أن أغنمه من هذه المقاربة التطبيقية لمثل هذه الصغة من المواضيع أن الموضوع الفلسفي يعني ما يمكن أن نستخلصه على مستوى الفهم على مستوى بناء لمعارف أن الموضوع الفلسفي يقتضي أن نضع مفاهمه موضعا فلسفيا عاما وأن لا نربطها بمجال فلسفي بعينه وهو ما يحتمله الموضوع ذاته هذه النقطة النقطة الثانية يجب أن أنظم معارفي ومكتسباتي وأفكاري لا على جهة اعتبار مسائل البرنامج كينات منفصلة ومتوازية بل من جهة اعتبارها مسائل متقاطعة ومتكاملة تندرج هي أيضا ضمن منطق الوحدة والكثرة ويوحدها أفق إشكالي هو مطلب الكوني وبطبيعة الحال هذا ما يهم طريقة رؤية لمسائل وأبواب البرنامج فيمكن أن أتمثل هذه الأبواب بما تتضمنه من مسائل ضمن الرسم الآتي وهو أن البرنامج بصفة عامة يندرج بأبوابه ومسائله ضمن عنوان وهو مطلب الكل والكوني ومطلب الكل والكوني يتم متداوله ضمن سياقات مختلفة سواء تعلق منها بسجل أنتولوجي مرتبط بمجال الوجود أو بسجل أنتروبولوجي مرتبط بمجال الثقافة وهو ما نؤكد عليه أو لهنا نوجه الانتباه إليه ضمن باب الإنسان بين الوحدة والكثرة بما يتضمنه من مسائل متنوعة وهي كما تعلمون مسألة الإنية والغيرية أو مسألة التواصل والأنظمة الرمزية أو مسألة الخصوصية والكوني يتم أيضا تداول هذا الكوني في سجل إبستيمولوجي وتعرضنا لذلك في باب العلم بين الحقيقة والنمذجة ويتم أيضا تداول هذا الكوني في سياق سجل إيتيقي مرتبط بالمسألة القيمية بوجه العام وهذا ما نركز عليه في باب القيم بين الإنسان والمطلق بتناولنا لسجلات أيضا متعددة سواء ما يتعلق بالسجل الاقتصادي وهو موضوع مسألة العمل إشكالية النجاة والعدالة أو التفكير في الكوني سياسيا من خلال مسألة الدولة السيادة والمواطنة أو التفكير في الكوني أخلاقيا من خلال معالجتنا للإشكالية الخير والسعادة في الأخلاق أو التناول الاستيقي من خلال اشتغالنا على إشكالية العلاقة بين الجمال والحقيقة في الفن منهجيا هذا ما يمكن أن أستفيد به منهجيا هو أن فهم إشكالية الموضوع في مختلف أبعادها وسجلاتها هو ما يضمن الفهم المتكامل للموضوع في صيغته التأليفية ومن بين المهام التي يراهن عليها الموضوع التأليفي هو اختبار مدى قدرتنا على توسيع يعني لهنا الجانب المجالي والجانب المتعلق بتنوع السجلات يعني الهناء التي تنفتح عليها الإشكالية أيضا منهجيا الاشتغال على الموضوع التأليفي يعطيني درسا منهجيا هاما متعلق أساسا بكيفية اختيار المرجعيات وتوظيفها توظيفا مناسبا للسياق وفي نفس الوقت تجنب استخدامها على جهة العرض والسرد ولا شك أنكم تبينتم معي كيف عامدنا إلى الاشتغال على هذه السياقات وعلى هذه المجالات يعني لهنا وعلى هذه المرجعيات دون يعني لهنا فصل بين المسائل وإنما من خلال فكرة توحيدية تتوجه إلى المعالجة يعني لهنا توسيع يعني لهنا هذه السجلات أيضا هذه المقاربة تمكنني من فهم كيفية تنظيم أفكاري بطريقة متماسكة وتجنب مزالق التحليل المفككي في عناصره وأفكاره فالمسألة لا تتعلق بي يعني محاولة الاشتغال على الموضوع من خلال العودة إلى مسائل البرنامج بطرائق متقطعة ومنفصلة وإنما بطريقة إدماجية للمسائل لأن الرابط والخيط المنظم لهذه المسائل يبقى دائما هو مطلب الكون والكل في الفنسفة تلاميذنا الأعزاء هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة ونأمل من خلال هذه المقاربة التطبيقية أن نفيدكم في تجاوز بعض الصعوبات المنهجية التي يمكن أن ترافق كتابتنا للمقال الفلسفي وأشكر انتباهكم جميعا وأتمنى لكم حظا موفقا في اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح وتألق وامتياز ترجمة نانسي قنقر